ثم تم شاهد قابرة على قول كل شيء وليس أقلها هذه الصورة التي تجسد واقع الصحافة وحال الصحفيين في اليمن قتل واختطاف وإخفاء قسري لفترات طويلة ومحاكمات جائرة وتكميم للأفواه كأبرز ما تصدره هذه الوقفة ذات الطابع الاحتجاجي إذن لحرية الصحافة يوم لكنه ليس للاحتفال بل للحسرة حسرت الصحفيين على حريتهم الغائبة وأوضاعهم المأساوية طبعا يوم مؤلم وبؤسف للعام الثالث على التوالي ويدخل عبادة الرابع والصحفيون اليمنيون إما مختطفون في سجون الإنقلابيين أو ملاحقون في عدد من المحافظات ونازحون كذلك ومشردون خلال معايشة لهذه المعاناة الأليمة والمريرة بجوار الزملاء الصحفيين لفترة من الفترات شاهدت ما لا يمكن أن يوصف ومن فئة الإعلاميين أكثر خطرا على هذا البلد بفعل الإنقلاب تمكن الحوثيون بعد سلسلة من الجرائم من إعدام شهود الحقيقة ومحاولة إفراغ العمل الصحفي في البلد من محتوى وضع كهذا اعتبرته منظمات دولية وحقوقية الأكثر سوءا بالنسبة للصحفيين الذين يواجهون استهدافا ممنهجا من قبل البلشيات الحوثية بمحاولة لطمس الحقيقة وإسكاة كل الأصوات المعارضة منذ اللحظة الأولى عددنا في الحوثي حدد وجهة جماعته وحرض على الصحفيين وقال أن الصحفيون أخطر على جماعتهم من المقاتلين هذا ما أكده أن أكرم توفيق القدمي أثناء حفل توقيع الرواية حكازة وقال وقال أنهم كانوا يقولون له لو قتلت سبعين أو تسعين أو مئة من الميليسيا من الحوثيين كان أهوى علينا من أن تكون صحفيين أو إعلاميا وهذا ما يفسر صعوبة ما يعاني زملانا في خلف القضبات كلفة باهظة للحرب دفعها الصحفيون كونهم أكثر الفئات ملاحقة واستهدافا حيث عمل الحوثيون بعد امتلاكهم لأدوات السلطة على مداهمة كل وسائل الإعلام المناهضة لهم ونهب محتوياتها وبذلك أصبح اليمن البلد لا أكثر خطرا على الصحافة والصحفيين من بين نحو مئة وثمانين دولة فمن نجى من بطش الميليشيات تضرر بفعل الحرب وإهمال الشرعية إذن يمثل الثالث من مايو مناسبة يتذكر فيه الناس زملائهم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم وهم يؤدون واجبهم وأولئك الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري بينما كانوا يعملون من أجل نقل الخبر وتوثيكه بالمعلومة والصورة يحدث كل هذا في ظل انقلاب يدحسر يوميا وتزداد معه إمكانية محاسبة المتورطين خليل الطويل قناة بلقيس مأرب